أهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن فيديو جديد وخبر جديد وخبرنا بيقول الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغيير صيغة الأزان قررت وزارة الغوقاف إيقاف صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد ومنحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأزان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية الله أكبر الله أكبر أشهد ولا إله إلا الله أشهد وأن محمد رسول الله ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار قالت وزارة الأوقاف إنه يأتي ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبخي الحفاظ عليها وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائل المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر ومن جانبه قال الشيخ صالح عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأظهر الشريف إن الوقت الحالي يحتم منع الصلاوات الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد وذلك منع لانتشار الوباء والفيروس بين المواطنين فلا يوجد في الشرع أو الدين ما يمنع ذلك فالضرورات الخمس التي نصت عليها الشريعة الإسلامية منها حفظ النفس واستمرار التجمعات والصلاوات في المساجد تضرب المواطنين وهو ما يحتاج إلى قرار فوري في ذلك لحماية المواطنين وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأظهر الشريف أن أي شيء يترتب عليه ضرر للمواطنين يتم منعه فورا مؤكدا أنه لا يوجد أي مضرة أو مشكلة في منع الصلاوات في المساجد سواء أسبوع أو اثنين أو شهر أو أي وقت حتى تتخطى البلاد هذه الأزمة ودعى الشيخ صلاح عبد الحميد المواطنين بالاستجابة إلى الإرشادات والتوجيهات وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمر أسفل الفيديو فعل الجرس عشان يوصلك أهم مؤخرة الأخبار المصرية والعالمية